قررت الحكومة تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتطبيق حضر التجول للمواطنين بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل اعتبارا من الخميس كما كان مطبقا خلال فترة عيد الأضحى استجابة لتوصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد والقطاع الخاص فيما رصدت كاميرا رؤية أراء التجار حول انعكاس هذا القرار على الحركة التجارية قرار ممتاز وصائب بالنسبة للتجار والوضع الاقتصادي اللي احنا عيشين فيه في البلد ومرحلة الكورونا اللي مرينا فيها الحمد لله رب العالمين عدت على خير فاحنا بحاجة لأمور يعني اقتصادية تنعيش وضع البلد من الناحية الفتح المحلة التجارية الناس بترتاح نفسيا قط الله خير شو رأيك في هذا يا سيد ان شاء الله احنا الامور تصير تمشي منيحة وصير الزبان تيجي كذي ما بدنا يعني احنا بساعدين نسكر ساعة 11 عشان الامور ضل طبيعية يعني كل الامور طبيعية وان شاء الله يا سيد الامور تصير احسن من هيك كمان يا رب على هالاوضاع اللي احنا فيها يعني بالاول كانت الناس 11 11 ونص بالكتير صارت تروح عشان تلحك توصل عبيوتها بينما لمصارت للوحدة للتنتين صارت الناس مثلا على الوحدة ونص تنتين الى ربع تخلص مشترياتها وتروح عرفت كيف فالقرار كتير منيح يريتي فتحوا لنا الوقت على الاخر يعني بالنسبة لي طبعا اكيد انه ساعدنا ووقفوا معانا الحكومة ما شاء الله عنهم ما قسروا طبعا احنا متمنى انه يكونوا حضر يعني ان شاء الله كامل من الساعة واحدة والناس تروح بعدين من الساعة تلتين بالسيرات امورنا تمام اما كانت قبل الساعة 11 سكر على ال 11 تروح ع 12 والله هي فرقة الساعة هاي بتفرق كتير كتير بالشغل اشتركوا في القناة